بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين هياكم الله أخواني وخواتي في لقاءنا السادس اليوم في هذه الدورة شرح كتاب الوسائل مفيد للحياة السعيدة الشيخ السعدي رحمة الله عليه أو باختصار دورة الحياة السعيدة عسى الله يجعلنا من السعداء رح ندخل إن شاء الله مباشرة اليوم على كتاب الشيخ نقرأه نكمل الوسائل واللي يحتاج منها شرح كالعادة نشرحها في سلايدة مختصرة واللي ما يحتاج إلا إشارة أو شيء بسيط رح إن شاء الله نقولها بشكل خفيف ونكمل بإذن الله ما بعده وقفنا أمس عند السبب التاسع خلصنا الثامن التاسع قال الشيخ رحمه الله فصل أو هذا الفصل ما أدري ما حدود إضافة أو شيء ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية بل وأيضا الأمراض البدنية قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة هذه النقطة حق الناس اللي يعانون ويشتكون من الوسوس حتى فيه يعني أمس ياني كذا سؤال قلت لهم تعالوا باتشار الدورة معنا لكم الموضوع اليوم كرامنا هذه النقطة بالذات عن الوسوس الشيخ يقول لابد من قوة القلب اللي ألا ينفعل وينزعج مع الأفكار اللي هي الوسوسية هذه أيًا كان نوع الوسواس، وسواس عبادات وضو صلاة وغيرها، وسواس نظافة، وسواس موت وخوف من المستقبل، وايد أنواع الوسواس اللي ناس أشياء أشياء كثيرة، كلها إن شاء الله رح نتكلم عنها بالشكل العام الوسواس اللي يعالجنا قال لأن الإنسان متى استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة ومن توقع حدوث المكار وزوال المحاب أوقعه ذلك في الهموم والغموم الأمراضي القلبي والمدنية وأن الهيار العصبي الذي له آثاره السيئة يعني اللي عيشها الحالة يستسلم عن خيالاته وينفعل مع الأشياء اللي تخوف شوية والأمراض وعسى ما قالوا هنا فيك شيء أخاف فيني وخاف يطلع فيني وأخاف ويش دعوة الآثار السيئة التي قد شهد الناس مضرها الكثيرة قال وما اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله إن دفعت عنه بذلك الهموم والغموم الموضوع في اعتماد القلب على الله وتوكل عليه وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية وحاصر للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه ولاحظوا يا أخواني أخواتي قاعد تكلم عن أسباب الأمراض البدنية والقلبية لأن فعلا هذه الوساوس الأمراض النفسية هذه تتحول إلى عضوية يعني مثلا في كثير من الأمراض الدكاترا يحيلون أسبابها إلى أسباب نفسية إذا ما كان أكثر الأمراض أصلا مثلا قرحة المعدة القولون العصبي بعض الأمراض كثير منها اللي سببها نفسي سببها هم سببها محاتات سببها قلق سببها توتر ما في شيء عضوي لكن هذا الشيء النفسي أثر عضويا على صاحبه قال فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيارات الفاسدة وكم أثرت هذه الأمر على قلوب الكثير من الأقوياء فضلا عن الضعفاء وكم أدت إلى الحمق والجنون والمعافة من عفاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب الدافعة لقلقه قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه فالتوكل مهم جدا في علاج هذا الموضوع قال فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخوار والخوف الذي لا حقيقة له طبعا مو معناه أن الواحد ما يتأثر لا لكن ما يصير أوفر يعني ما يبالغ في هذا الموضوع ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكر عليه بالكفاية التامة فيثق بالله واطمئنه لوعده فيزول همه وقلقه ويتبدل عسره يسرا وترحه فرحا الترح يعني الحزن وخوفه أمنا فنسأله تعالى العافية وأن يتفضل علينا بقوة القلب وتباته وبالتوكل الكامل الذي تكفر الله لأهلي بكل خير ودفع كل مكروه وضير الروحك الشرح هذا السبب يا أخواني وخواتي اللي هو يعتبر تاسع معنا اللي الشيخ ذكره قوة القلب أنا عبرت عنها وطرد الوسوس عشان نكون كلام واضح حلو؟ طبعا هذا من أسباب السعادة أن الإنسان يكون قلبه قوي وأنه ما يكون موسوس في حياته شوفوا الوسوس مشروع تأكيرة الحياة اللي بلش وسوس بلشت معه نكدية ليش قوة القلب يطرد الوسوسوس من أسباب السعادة؟ يعني لأنها مثل مناعة الجسد هذا السبب الأول يعني أخواني شفتوا الإنسان اللي عنده مناعة اللي مناعته قوية ويوصون أكل المناعة اليوز والجوز والمدريشين والأشياء اللي تقوي مناعة الجسم ليش؟ عشان الأمراض لو أصابتك ما تطيح كويت وما تطول معاك عنده مناعة قوية بعكس اللي ضعيف المناعة هذا مسكين أي شي بسيط يهد حيله هو جديد وعشان جديد تشوفون عسى الله عافينه ياكم ويكافين نشر ويشاف المرضى مرض الأيدز هو مرض مناعة ماكو فبالتالي أي مرض يصيبه ينتهي قوة القلب هذه هي مناعة القلب إن كان ضعيف أي شي بسيط يؤذي أي حدث في حياته سيء بلوه مشكلة أي فكرة بس دش في باله تعفسه ليش؟ مناعته ضعيفه مناعته ضعيفه فلازم يقوي قلبه إذن شون يقوي قلبه؟ عد بالأشياء اللي انذكرت من قبل واللي شي منها الحين الشيخ قاله اللي هو التوكل والاعتماد على الله والأشياء هذه المهمة شي الثاني يا جماعة لازم نعرف إنه لابد منطرد الوسواس عشان نعيش عياة سعيدة لأن الوسواس من الشيطان والشيطان عمر مايا بخير أنا أقول لكم شون فكرة الوسواس عشان تفهمون معاي أخواني أخواتي خلكم معاي عشان أصحاب الوسواس أو اللي عندهم أحد فيه وسواس يفهم شونه قصته وليش لما بعد شوية نقول لكم شونه علاجه تصدقوننا باللي نقوله الوسواس بدايته شي ونهايته شي ثاني طبعا عشان نتفقها الوسواس ترى من الشيطان من الشيطان والشيطان هل يبي فيك خير الجواب لا ما يبي فيك خير ما يبي فيك خير بس شون يبدي يدخل عليك من باب الحرص لما يك تتوضى ونت تتعدل للصلاة اغسلي دي كعدل يمكن ما نغسل تتعدل أخف ما حاشا ماي انتبه ده ما حاشا ماي يعني وضوك مصحح باطل يعني صلاتك صلاتك هذي شون حرص ها يعني يك طبعا هو سوالف داخلية شديد شنة شي يصولف معك من داخل واللي فيه مسواس وايد تلقاي صولف مع نفسه أصلا تسمع صوتها مرة تكلم نفسه فهو يدخل عليك ما بالحرص لما تصلي تكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تعرفون والله شديد في ناس أنا أنا ما مسجد كان مرة شديد مرة واحد كده مرة يصلي معانا شاب يوقف طرف الصف أسمع تكبيرته يعيدها كم مرة ليش مو متأكد انه طلعت الله أكبر صح يقرأ الفاتحة يحس لسانه ثقيل الحمد لله ربي العالمين ليش يبي حريص وهو بنظر نفسه أن أنا حريص أتأكد أن عبادتي صح وهذا الشيطان اللي يدخل عليه باب أنه هذا حرص مزين شاللي يصير اللي حصل أنه لما يخلي على أبو حرص الوضو مثلا والصلاة هل قاعد ناخد مثال فبالتالي يقعد على الوضو مثلا يتوضي بدل ما ياخد دقيقتين في الوضو أو دقيقة يقعد لها ربع ساعة ثلساعة بدل ما الوحدة تقعد تصلي لها في البيت خمس دقائق عشر دقائق الفرض تقعد لها نص ساعة ساعة لها ربع فشي يصير مع الوقت مع الوقت من أنت حزت الصلاة أدى المؤدن الوضو الحين يتوضي ويصلي ضاقلك ليش لأنه رح يتخر على معركة الحين الحين أنا أحتاج لي يمكن ساعة كاملة بس عشان أتوضي ويصلي والحين راح أبدأ المعابل وصح وراح أعيد وراح أسبح نفسي بسبة الوضو والصلاة فتصير الصلاة أول ما تحضر بدل ما هي شي مريح يصير شي ضايق الخلق أو على الأقل يعني هم هم على الإنسان ثقل عليه يابي خلص ويفتك منه صح ويستمر معاه على هالحال ويخلي له الصلاة هم وشي مكلف وثقيل إليه يبدي يضيق خلق قضية الصلاة آخرها الإنسان في العطاقة آخرها يبقى بيقول تشير أنا أشلي أنا ليش جدي لا يبقى بلها صلاة ما أنا بيصلي ما أنا بيصلي لح الصلاة صراحة هم أنا بيرتح هذا اللي بيوصل للشيطان بدايتها يحرصك عليها لكن نهايتها يبيكرهك بالصلاة لأن الشي اللي أنت تاخذ فيها الوقت الطويل ويسبب لك ألم وهم وغم وهذا أنت ما تحبه يعني مو شي ممتع أنت قاعد تأديه فيخليك تكره الصلاة آخر شي وعضح الفكرة يا أخواني أخواتي فهدف الشيطان إنما النجوة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا مو قضيته وهدفه أن يوانسكم ويحبب لكم لا 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 هو في النهاية في النهاية يبيكم ما تحبون الصلاة تكرهونها لأنها صارت ثقل عليكم في حياتكم وهم ومحاتات ومعانات هذا اللي بيوصله حتى الطهارة ترى أو النظافة يعني أنا أنا شخصيا أخوكم طلال مروا علي وائد ناس بوسوس وأنواع وسوس قاعدت مع ناس وناس كلمتهم تليفون وناس بمسجات وناس بمسجات ووايد أنا أذكر في وحدة كانت تصلي في المسجد كل فرض مع المصلين المسجد تصلي تدرون ليش؟ لأنها ما تعرف تصلي في البيت بروحها من كثير ما توسوس فتقول أنا بروح المسجد أصلي مع الإمامة دش معه واطلع مع الصلاة خلاص أنا ويا الإمام شدي إلا الفير ما كانت إيه لفرض كل فلمسجد في ناس وسوس نظافة ويعني المهم هذه لابد أننا نعرفها يا أخوان إخواتي لابد من التخلص من الوسوس بقوة القلب عشان تصلينا مناعة ضده زي خطوات العمل شونا نحن نقوي قلوبنا ونقدر نطرد الوسوس رقم واحد تجديد الإمام القضاء والقدر القضاء والقدر يا أخوان إخواتي ريحة اللي عنده وسوس وأفكار خاصة بعض الناس اللي عندهم وسوس الخوف من المستقبل المحاتات الموت أخاف أموت أخاف أموت كله كله يخاف يطلعون عيالي حاتي يصير لهم يا الله لازم تجدد إيمانك والغضاء والقدر ترى كل شيء مكتوب ورب العالم ما يجري شيء في الدنيا إلا بقدره وقفاءه وشيء مكتوب وشيء خالص فلذلك يجدد هذا الإيمان يرجع ما الثاني يقرأ حتى يرتاح الإيمان بالقضاء والقدر يا جماعة ترى مريح والله العظيم يريح القلب وايد فلابد من تجديده بين فترة وفترة والإيمان تعرفون أنه يخلق يقدم يصير بال يعني يصير خلاص مو قوي فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم اسألوا الله واسعوا اشتغلوا أن يجدد الإيمان في قلوبكم درسوا اثنين هذا اللي الشيخ ركز عليها قبل شوي عبادة التوكل لابد من الاعتناء فيها أن أدرس التوكل شو يعني التوكل شو مطلوب مني عشان أصير متوكلين شنو الأشياء اللي لازم أعتقدها ولا لازم أسويها عشان أنا أصير متوكل هذا شي مهم طبعاً مو موضوعي الحين أنا أقول شنو نتوكل لكن أنا قاعد أعطيك الحل أنت تروح تشتغل على هذا تدرس التوكل عبادة التوكل عبادة ونتاجه وتماراته عظيمة جداً كافي ما يتوكل على الله فهو حسب منتع الموضوع وكلما الإنسان أجاد أداء هذه العبادة عبادة التوكل كلما ارتاح وتهنى بعيشته لأنه يحس أنه يتكي على سند على الله سبحانه وتعالى أو أوي إلى ركني شديد يأوي إلى ركني شديد الأمر الثالث الحل الثالث نقاط العمل هو هذا أهم حل للوسواس ودائماً أنا أقوله أهمال الوسواس يا جماعة أصحاب الوسواس اكشتوا فيه لا تسمعون كلام الوسواس الداخلي يقول لك عيد غسل إيدك عدل عيد وضوك جنك نسيت ريولك ما غسلت عيد صلاتك تأكد أنت ما قلت الحرف عدل الله يرضى عليك لا تسمع كلامه إزاي نيمكن غلطان حتى لو غلطان كمل كمل يا أخي أنت مريض المريض لا معاملة ثانية أنت مريض لا ترجع هذه نصيحتي والله يا أخواني أخواتي لكم اللي يريد يخلص من الوسواس تارى يا أكاد يكون هذا الحل الوحيد اللي تقدرون تتخلصهم يعني عن طريقة من الوسواس لازم تهمل طبعاً أنت راح تجاهد نفسك عشان تهمل وتكشت فيه أنت مو مرتاح أخاف شلون ما يخالف روح هي فترة بسيطة بس وبعدين صدقنا راح تشوف الأمور وايد عادية بس تحمل قاوم قاوم هذا اللي داخلك في البداية وراح ترتاح تهالي إن شاء الله الحل الرابع وهذا حل جداً جميل لكن طويل الأمد يعني يبيه لها وقت طويل اللي هو طلب العلم الشرعي ليش يا أخواني يقول طلب العلم الشرعي أنا أقول لكم ليش الوسواس وين مكانه قال الله سبحانه وتعالى الذي وسوس فيه صدور الناس فالوسواس مكان الصدر زي في شي ثاني بعد مكان الصدر اللي هو العلم الشرعي القرآن والسنة قال الله سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم هناك الذي وسوس فيه صدور الناس هنا صدور يعني الصدر مكان حق هذه الأمرين حق الوسواس والعلم الشرعي لكن المعلومة الحلوة إن الثنين هم ما يجتمعون في قلب تذكرون لعبة الكراسي؟ ها هذه الحين الصدر الواحد ما يصير فيه علم شرعي وسوس إذا دخل العلم الشرعي يطدل وسوس علشان جري عطوني واحد من أهل العلم موسوس ما رح تلقون ما فيه عالم موسوس ما تلقون عباد إيه لأن العابد مو عالم العباد اللي ممكن يصلي وائد ممكن يوسوس لكن عالم قرآن وسنة يوسوس ما أظن تلقى نادر يمكن إذا فيما أنا معرف ليش لأن العلم لما يكون موجود يطرد الوسوس فإذا الوسوس كان موجود طلع العلم فعشان أنا أتخلص من الوسوس على المدى البعيد إضافة إلى أن أنا ما أسمع كلام ما أكشت فيه أبدأ أتعلم العلم الشرعي أبدأ أدرس القرآن وتفسيره الحديث وشرحه سيرة النبي صلى العلم العلم الشرعي هذا وايد يريحني من الوسوسوس لأنه يأخذ مكان الوسوسوس ويطرده يقعد على الكرسي مكانه وتنتهي اللعبة معه واضح؟ القاعدة الأخيرة اللي نختم فيه هذه الوسوسوس لا تنسون هذا يا إخواني وخواتي أمراض القلب كالشجرة كلما طال وقتها صعب اقتلاعها أمراض القلوب بشكل عام اللي منها الوسوسوس مثل الشرع إذا صبرنا عليها وخليناها وضربة عروقها في القاع تعال شيلها بعدين والله راح تعاني راح تعاني وايد اللي الحين واصل لمرحلة كبيرة من الوسوسوس حتى وانت واصل لمرحلة هذه الوسوسوس الخطرة ترى أنك اليوم تعالجه وتتركه وتكشد فيه ولا تسمع كلامه أسهلك من بعد شهر لأنه بعد شهر راح يصير أصعب عليك كل أمراض القلوب شدي اللي يحسد إنسان إذا ما علاج الحسد بسرعة وتمكن منه صعب باشر أن يترك الحسد اللي يحقد على الناس اللي أمراض القلوب هي جديد تدخل القلب مثل بادرة صغيرة تقدر بسرعة تنبشها وتفتك منها تتخلص منها بعض الإجراءات لكن إذا سكت وتركتها وتتبعتها واسترسلت معها وخليتها ضربت عروقها في قلبك تعال عدل عينك على شيء لتتالي واضح الفكرة إن شاء الله من الحياة الطيبة لابد من طلب هذا الوسواس ونتخلص منه وهذه إن شاء الله فكرة علاجه بشكل مختصر نروح مرة ثانية حق كلام الشيخ والوسيلة العاشرة قال رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر فائدتان عظيمتان أنا هذه حطيت لها عنوان للكلام اللي بيقول لها الشيخ ما ذكر عنوان معين ذكر الدليل ويا بالكلام التالي هذه الوسيلة العاشرة هي الموازنة بين الحسنات والسيئات في التعامل مع الناس طبعا هالكلام الآن في التعامل مع الناس والشيخ رح يذكر أيضا يمكن قاعدتين بعد وسيلتين يعيين إن شاء الله في قضية التعامل مع الناس لأنه وايد من الأشياء اللي تنكد على حياة الإنسان تكون سبتها بعض الناس فشون أنت ترتاح وتكون حياتك سعيدة عطني طرق أتعامل فيها مع الناس هذه منها إنك توازن بين الحسنات والسيئات يعني أفعالها الطيبة والسيئة هذا الحديث أصل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يكره مؤمن مؤمنة لا يكره الرجل زوجته إن كري منها خلقا رضي منها خلقا آخر يعني إذا كان زوجتك كل أهلك ولا حتى الزوجت فيه شي موزين ثم فيه شي زين فيه شي زين قال هذا الحديث فيه فائدة عظيمة إحدهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريبة والصاحبة والعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لابد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهوه هذا لازم يصير في قلبك معروف مهما كان إنسان لجدامك ويدخوش واحد ترى لازم يكون فيه شيء أنت ما تحبه لازم وطن نفسك على هذا هيئ نفسك على هذا قال فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا يعني هذا الشيء المكروه العيب اللي ما تحبه وبينما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال واللقاء على المحبة يعني ما يسوأنا تركه عشان هالعيب ما أنا فيه نعيوب بعد فحافظ على هذا بتذكري ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة قارنها إن كان فيه خلق مزين ترى فيه أخلاق زينه وبهذا الإغضاء عن المساوي وملوحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتأتي مراعا وتتحصل لك يعني ترى يا جماعة العلاقات في الدنيا مبنية على شديد إذا أنت كل واحد فيه عيب بتتركه ترى ما رح بقالك صاحب لأن الناس كلها عيوب ما فيه أحد إلا فيه قصور لكن الموضوع عندنا شنو؟ ما يخاف نتحمل هذا اللي فيه لأنه حسناتك كثيرة نتحمل الخلق اللي مو حلو اللي فيه لأنه خلاق وايد طيبة زينة فهي عملت موازنة عشان الواحد يعيش بخير مع الأوادم اللي قاعد يعيش معهم الفائدة الثانية من هذا الحديث وهي زوان الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة وعلى القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصل الراحة بين الطرفين لأن خلاص أنا لما هيئ نفسي على هذه العيوب وأنها موجودة خلاص رح تعمل بروقي ورح تعمل بخلاقي ورح ما رح تفت على هالأشياء قال ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلحظ المساوئ وعميعا المحاسن في ناس يركز على مثل ذبانة يطيح الله يسمع له صخ فلابد أن يقلق ولابد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهم المحافظة عليها وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث المزعجات على الصبر والطمأنينة ولكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون ويتكدروا الصفة يعني في ناس سبحانه يتحملونها الشيء ثقيلة لكن مرات الشيء بسيطة وتافهة تخليهم يثورون تستفزهم وتينرفزون والسبب في هذا أنهم وطنوا نفوسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار فضرتهم مؤثرة في راحتهم فالحازم يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة ويسأل الله لعانة عليها وأن لا يأكله إلى نفسه طرفة عين هذا مهم دائما ندعو الله سبحانه وتعالى أن لا يتركك بروحك هو اللعينك في كل شيء فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير ويبقى مطمئن النفس ساكن القلبي مستريحا زي الروح حق الشرح هذه النقطة لها شرح شوي الوسيلة العاشرة وهي الموازنة بين الحسنات والسيئات عند التعامل مع الناس بشكل عام عند بشكل عام ليش هذه الموازنة مريحة ليش هذا التعامل الإنسان بهذا الالتزان مريح لأنه يرى الجانب المشرق في الناس تذكرون يوم قلنا أن تشوف الجانب المضيء فيك لما تعد نعم الله عليك الوسيلة هي أنك تحدث من يعمل الأبضاء ليش لما تتحدث فيها ترتاح لأنك راح تشوف الجانب الموضيء في عياتك كذلك الناس لما تشوف حسناتهم أنت راح تشوف أن الناس هذين فيهم خير في جانب مشرق والله ما شاء الله عليك وليس ولد ما عنا فيه انت ركزت تحطي الفوكس زوم على الشيء الزينة فلما تحط عليها التركيز الليزر عليها راح تشوف أن والله الناس فيها خير الشيء الثاني اللي خلينا نرتاح في الموازنة أنه لما القناعة هذه ترسخ في قلوبنا أن كل منه آدم خطاء وما فيه حد كامل ترح بما فيهم أنا وياك احنا اللي قاعد نتكلم عن الناس ترحنا معاهم احنا نخطئ ولا احنا كاملين فلما هذه القضية تصير في بالك راح ترتاح أنت لما تيتعامل مع الناس مهما كان الإنسان هذا عزيز وعزيز عليك وحبيب وقريب منك لا تنصد مباشر إذا أفوى أنت تسوي شدي عادي عادي ترى طبيعي لما يكون في بالك هالشيء أنه ممكن يغلط فيهم ليا فتتوقع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مثلا في أقرب العلاقات وأقواها علاقة الزوجي قال إن المرأة خلقت من ضلع أو من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلى وإن ذهبت تقيمه كسرته أذا تبي الضلع العوي هذا من فوق تبي تعدله راح تكسره ما يصير أهوى تشري خلقة عوي قال فاستمتعوا بهن على عوج يعني يعني مش أمورك تقبل اللعوية اللي فيها طبعا أنا ما قاعد أصير لا لا وفي الحديث الآخر فدارها تعش بها حاولت دارها خلاص يعني تقبل فيها النقص والغلط طبيعي ما أتي آه خلي المرأة سيدة ما تقدر تخليها سيدة شو خلقتها شي راح سيدة يعني راح تكسرها تفرك شي اللي بينكم فلابد مننا يعني نتقبل هذه القناعة تكون في قولنا أن ما في آدم ما في آدم ما في ابن آدم إلا وعند أخطأ نقاط العمل عشان نرتاح عشان نوازن صح بين الناس لابد أن نركز على الحسنات ونشكرهم عليها ونثني عليها وندعمها خاصة هذه يا أخواني أخواتي في التعاون مع عيالنا مثلا لا سنتركيزنا على عيالنا على الأخطاء نتنكد هذا بس قاعد يسوي شدي وهذا ما غير بس مجاب السوني وهذا قاعد تأخر على الصلاة شوية وهذا ما يدرس وهذا ما يتاوش مع أخوانا ركز على السيئات وبالتالي تكون أكثر لقاءاتنا معهم مواعظ ونصايح وتوجيه ونقد ما يحبون يقدون معانه بعدين لا لا حاول تطيح على ولدك وهو قاعد يسوي شي حلو جرب شدي طيح عليه طيح عليه شفت شون مرة تبي تطيح عليه وقاعد يسوي شي غلط طيح عليه وقاعد يسوي شي حلو وحظنه وحب راسه حبيبي عسى الله وفقك الدعم هذا شيء ركز عليه اهمل السيئات ترى مو كل شيء يسوينا لعيال غلط لازم احنا نعبله فيه أشياء تهمشي فيه أشياء مهمة أوكي أنا أركز عليه ومو دائما أحن لا 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 بالراحة فدائما خلونا يعني شفتوا شكثر ننتقد ونوجه بدلوها بالشكر والإعجاب والمدح والثناء رح تلقوا نتيجة وايد أحسن العمل الثاني اللي هو التغافل عن السيئات قيل من العاقل؟ قال الفطن المتغافل المتغافل يعني مشيها بمزاجه يشوف الغلط بس يسوي نفسه ما يدري عادي ترى هذا يرتاح وايد 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 ارتاح تسعة عشر الراحة في التغافل فالواحد يريح نفسه ويعرف الناس وطريقة التعامل معهم عشان يرتاح إن شاء الله في حياته هذا القاعدة وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيعي الحبيب إذا كان حبيب واحد ياتب ذنب مرة وغلطة لكن حبيب محاسنة وايد فاتش فعلة هالسيئة هذه تغارق في بحر حسناتها وبحر فضائلة فإن شاء الله الواحد يرتاح في التعامل مع الناس رح نوقف اليوم عند هذه النقطة وبكرا إن شاء الله ندخل في النقطة الحادي عشر الحمد لله الحين شدي وصلنا لنص النقاط بس ترى الكتاب ما بقى شيء شوفوا الحين إحنا صفحة ثلاثين صفحة ثلاثين باقينا واحد وثلاثين والثين وثلاثين بس ترى صفحة ثلاثين واحد وثلاثين وثلاثين اللي باقينا تبيته ثلاث صفحات عشان شدي بعد شوي إن شاء الله بالأسألة في عندي اختراح بقول لكم يا ذكروني بس إن شاء الله أحفظ لكم اللايف هذا بالآي جي تيفي وأرجع لكم إن شاء الله عسى الله يفقنا من فعل بما قلنا والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين